أولاً خليني زي ما أقول كده أعزيك وعز نفسي ونعز نفسنا في وفاة الأستاذ علي عبدالخالق طبعاً طبعاً كان في علاقة صداقة ما بين حضرتك والأستاذ علي عبدالخالق؟ ما داشت أقول صداقة بس في معرفة يعني في معرفة ومتابعة على هذا النحو إلى أي مدى بتشوف أنه علي عبدالخالق في رحمة الله عليه في مشواره كان من ضمن المؤثرين أو الكبار في صناعة السينما المصري مؤكد لأنه العمر الفني خمسين عاماً وبدأ في زمن أبيض والأسود بنية على الممر طبعاً وفيلم زي ده لا يزال في ذاكرة الجماعية للمصريين كلهم يعني فيلم عصي على النسيان وكان بيشكل أولاً بعد الهزيمة من شاب لم يبلغ بعد التلاتين أساساً عن المسرحية كان كتبها علي سالم علي سالم وكان مصطفى محرم عملها السيناريو فمتأ يعني داخل موقع أو مكان واحد تحت الأرض إزاي بتقدم كل التفاصيل دي وكل المشاعر دي وحتى الأداء الغنائي كالأبنودي طبعاً ما هو اللي كاتب الكلام أنزف قادة الأموت حسن ناشقة الملحن شوف محمود مرسي صلاح أبيل محمود ياسين صلاح السعداني يعني حقيقة فيلم يعني عناصره كلها كانت مديحة كامل وعلي أن يخلق نفسه ما كانش يكمل التلاتين سادة لما عمل آه لا ما كانش يكمل كان كان تمانية وعشرين يعني تمانية وعشرين وعمل فيلم عبقري بالقوة دي وأنه سكن الوجدان وأنا دايما بقول للفن المقياس الوحيد له الزمن لو غنوة قعدة أو فيلم قعد خمسين سنة خلاص هتتكلم ما تقول إيه ما شقدر يعني إيه يقول إلا هنريفه لما نقول لا خلاص أي كلام خمسين سنة من البقاء على قيد الإبداع ده إبداع هو ده الإبداع وفات المخرج الكبير علي عبدالخالق بقدر ما هي مسألة صعبة جدا ومسألة هي فقدان مخرج مهم جدا من على الساحة السينمائية المصرية والعربية إلا أنه كان لها تبعات ولكن تبعات مش مرتبطة بالأستاذ علي تبعات عزاء الأستاذ علي